مزيد من تفاصيل حول كل ذلك دائماً مع الزميل توني مزرعاني مرحباً بك معنا توني وإليك أهلاً بك تسابي أهلاً بك تفضل إذن الجديد في هذا الموضوع مشاهدين ما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى 10 ألاف ليرة في يوم واحد فبحسب مصادر مالية مطلعة فأن المصرف المركزي طلب من بعض المصارف سحب الدولار من السوق لرفع رسميلها إضافة إلى إعادة فتح الأسواق بعد إقفال الأسابيع الماضية وحاجة التجار إلى الحصول على الدولار لشيراء بضاعة جديدة وكذلك انسدات كل المنافذ السياسية وافتقاد الناس إلى الأمل والأمان ما يدفعهم إلى استبدال ما يملكونه من ليرات بالدولار تحسباً للمجهول ومن البوادر التي تؤشر إلى ارتفاع أكثر بسعر الدولار في الأيام المقبلة فقد ذكرت صحف لبنانية أن أحد أكبر المصارف بدأ منذ يوم أمس بطلب مبالغ طائلة بالدولار النقدي من السوق السوداء مقابل شيكات مصرفية عاملون في القطاع المالي كشفوا عن مشاركة أصحاب المصارف بعمليات لإتجار بالشيكات لتأمين أرباح شخصية لا أرباح طبعاً للمصارف حصراً كما أنهم اشتروا شيكات بالدولار الوهمي لاستخدامها في شراء دولارات نقدية أي حقيقية من السوق وتؤكد المصادر أن عدداً من أصحاب المصارف يحققون أرباحاً بما لا يقل عن 100 ألف دولار نقدي لكل منهم يومياً ومن ثم يحولون تلك الأرباح الخيالية إلى الخارج على قاعدة أنها دولارات فريش ماني لا قيود عليها ومع وصول سعر الدولار إلى 10 ألف ليرة ارتفعت أسعار السرع اللبنانية بنسبة 144% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي كما أن تدهور العملة انعكس على قيمة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص الذين يتقدون رواتبهم بالليرة اللبنانية بحيث باتت قيمة الحد الأدنى الشهري للأجور 67 دولاراً فقط هذا كل شيء تسبيح أترك لك كل هذه النقاط شكراً لك طاني